أسامة هلال شاب من ذوي الهمم استطاع من خلال إصراره وثقته بنفسه ودعم الأهل والأصدقاء والمجتمع أن يتجاوز إعاقته ويكمل دراسته وأن يحصل على إجازة في اللغة العربية من جامعة دمشق لكن إصراره وطموحه لم يتوقف هنا بل استطاع أن يطور برنامج لتعليم اللغة العربية بطريقة سهلة وأسلوب جميل هو عبارة عن شرائح معروضة عن طريق الباوربونت هذه الشرائح هي دروس ممنهجة بشكل متكامل معروض فيها قواعد بشكل ملون مع أمثلة بسيطة بتقدم شرح بسيط للقاعدة عن طريق هذه الشرائح مرحلة التعليم الأساسي خلق نوع من التشويق أو الرغب برؤية هذه الشرائح دولة العقاهم هم شريحة موجودة في المجتمع ويتوجب على المجتمع الأهلي تقبل هذه الشريحة الأستاذ أسامة هذه حالة مميزة نحن نقدم نموذج للآخرين لا يأسمع لراضي دائما الأستاذ أسامة بيطلع معنا جولات بيشوفوا الطلاب بيتعمل معهم بشكل أخلاقي جيد عملنا نحن وياه دورة مجانية وكانت ناجحة يجوا الطلاب واتلقوا التعليم أنا أعطيت رياضيات هو أعطى عربي فكان الأسلوب المبتكر من خلال الكمبيوتر والشرائح المعروضة للطلاب أسلوب شيء وحلو ريح من الكتابة ريحه وكما من عناء الشرح أو الكتابة على السبورة فقدرين أخوتنا ذوي الهمم أن يلاقوا أسليب مبدعة كثيرة لتوصيل الفكرة دعم الأهل والمجتمع المحلي لذوي الهمم من أهم أسباب نجاحهم وتجاوزهم لمعاناتهم وتفوقهم في مجالات مختلفة الأمر الذي يتطلب زيادة طرق الدعم للاستفادة من قدراتهم ودمجهم بالمجتمع الأمر الذي يعود بالفائدة على الجميع شام حمدان الإخبارية السورية السويدة